نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية ومن جانبها شددت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف حيث تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة التي شملت ست محافظات وذلك خلال ثلاث سنوات من انطلاقها في نوفمبر لعام 2019 وسيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية مع بداية العام المالي الجديد على أن يستمر التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات تبعا لتشمل التقطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030